بسم الله وصلاة السلام على شهر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المرحلة الابتدائية الصف الأول الفصل الدراسي الثاني مادة لغتي الوحدة الخامسة ألعابي وهي واياتي نشاطات الاستماع عداد وتقديم الأستاذ فهد عبد الرحمن الميمان سنتعلم هذا اليوم أحبائي مهارات الاستماع للقصص وسنتعلم قصة مهند في مدينة الملاهي كذلك الحذر من الألعاب الخطرة بسلامتنا كذلك سنتعلم تعلم الشجاعة وتجاوز الفشل من المحاولة الثانية والثالثة والنسبة ستمر بالمحاولات نص اجتماعنا لهذا اليوم عن ترز في مدينة الملاهي في عطلة نهاية الأسبوع قررت الأسرة الذهاب إلى مدينة الملاهي وهناك قال الأبو هيا يا أبنائي لقد وصلنا إلى مدينة الملاهي فلنمضي وقتا ممتعا فلنمضي وقتا ممتعا ولكن يجب أن نحذر أثناء اللعب ونبه الأبو أبنائه ولكن يجب أن نحذر أثناء اللعب متفقون متفقون يا أبي وقام كذلك بمخاطبتهم وقال لهم هل أنتم متفقون قالت أحلام أنا سأركب القطار قالت أنا سأركب القطار واختارت لعبة القطار ولكن عمر أنا سأركب تلك السفينة الكبيرة عمر اختار السفينة الكبيرة وركب السفينة الكبيرة تبدو مثيرة حق وأعجب بالسفينة الكبيرة وقال تبدو مثيرة حق وأنت يا مهند التفت الأب إلى مهند وقال وأنت يا مهند أي لعبة اخترت لا لا يا أبي أنا سأبقى مع أمي قال له أي لعبة اخترت ولكن مهند أراد البقاء مع أمه ليه لا ولن أختار أي لعبة مهند طلب البقاء وقال لن أختار أي لعبة لماذا يا مهند تعجبت الأم وقالت لماذا يا مهند ألن تلعب مع إخوتك قالت له ألن تلعب مع إخوتك لا يا أمي هل تذكرين المرة الفائتة رفض مهند اللعب وقال لأمه هل تذكرين المرة الفائتة التي ركبت فيها تلك السيارة التي ركبت فيها تلك السيارة هل تذكر يا أبي عندما اصطدم أنفي بالمقوت فخرج منه دم كثير وتعلمت كثيرا مهند كان لديه محاولة فاشلة سابقة واصطدم أنفه بالمقود وكان خائفا لا تستسلم للخوف يا مهند فقد أصبحت الآن كبيرا الأب أخبر مهند أن لا يستسلم وأنه أصبح الآن كبيرا يستطيع قيادة اللعبة وتستطيع قيادة تلك السيارة الصغيرة بمهارة وحذر وتستطيع قيادة تلك السيارة الصغيرة بمهارة وحذر ولن يتكرر ما حدث في المرة الفائتة بإذن الله تعالى فكن شجاعا ولا تخف هيا يا مهند الأم تشجع مهند وأن لا يستسلم للفشل لا تجعل الفشل في الماضي يفقدك متعة هذا اليوم أجعل الأم أن يكون مهند شجاعا وأن لا يجعل الفشل يفقده متعة هذا اليوم تدخل عمر وقال ليساعد أخي حسنا يا مهند سأرافقك في هذه اللعبة فتقود أنت سيارة وأقود أن سيارة أخرى إذن عمر اختار أن يلعب مع مهند ليساعده تجاوز الفشل ركب مهند سيارة وركب عمر سيارة أخرى ركب مهند سيارة وركب عمر سيارة أخرى وراح يتسابقان بسعادة وراح يتسابقان بسعادة مهند وعمر ومهند يبدو مستمتعا باللعب وهو يقود السيارة دون خوف ومهند يبدو مستمتعا بقيادة السيارة دون خوف وقد تجاوز الخوف والفشل وبقية الأسرة تراقب سعيدة لأن مهند تغلب على خوفه وبقية الأسرة تراقب سعيدة لأن مهند تغلب على خوفه ونجح في محاولته الثانية هيا يا أبنائي لقد وصلنا إلى مدينة الملاهي فالنمض وقتا ممتعا ولكن يجب أن نحذر أثناء اللعب متفقون متفقون يا أبي أنا سأركب القطار أنا سأركب تلك السفينة الكبيرة تبدو مثيرة حقا وأنت يا مهند أي لعبة اخترت لا لا يا أبي أنا سأبقى مع أمي هنا ولن أختار أي لعبة لماذا يا مهند هلن تلعب مع إخوتك لا يا أمي هل تذكرين المرة الفائتة التي ركبت فيها تلك السيارة هل تذكر يا أبي عندما اصطدم أنفي بالمقوة فخرج منه دم كثير وتألب كثير لا تستسلم للخوف يا مهند فقد أصبحت الآن كبيرا وتستطيع قيادة تلك السيارة الصغيرة بمهارة وحذر ولن يتكرر ما حدث في المرة الفائتة بإذن الله تعالى فكن شجاعا ولا تخف هيا يا مهند لا تجعل الفجل في الماضي يفقدك متعة هذا اليوم حسنا يا مهند سأرافقك في هذه اللعبة فتقود أنت سيارة وأقود أنا سيارة أخرى ركب مهند سيارة وركب عمر سيارة أخرى وراح يتسابقان بسعادة ومهند يبدو مستمتعا باللعب وهو يقود السيارة دون خوف وبقية الأسرة تراقب سعيدة لأن مهند تغلب على خوفه ونجح في محاولته الثانية متى ذهبت الأسرة إلى مدينة الملاهي من يعرف في عطلة نهاية الأسبوع عطلة نهاية الأسبوع سأل الثاني ماذا يجب علينا داخل مدينة الملاهي لابد أن نحذر لأن هناك ألعاب خطرة كذلك نلازم البقاء يانب الأسرة ماذا اختار عمر وأحلام من الألعاب أحلام اختارت ماذا القطار أحسنتم عمر ماذا اختار عمر السفينة الكبيرة راية إذن عمر اختار السفينة وأحلام اختارت لعبة القطار هل تغلب مهند على خوفه ومن ساعده نعم تغلب مهند على خوفه وساعدته الأسرة وكذلك قام باللعب مع عمر تعلمنا اليوم إذن مهارات الاستماع للقصص وعدم مقاطعة المتحدث وفهم القصة ونستفيد مما جرى داخل هذه القصة وكذلك الجلوس الصحيح والاستماع والإنصات للمتحدث وعدم مقاطعته ومتابعة الصور والصوت للدس كذلك تعلمنا أحبائي الحذر عندما نكون في مدينة الملاهي لوجود ألعاب خطرة وكذلك تعلمنا أن نستطيع تجاوز الفشل بالشجاعة ترجمة نانسي قنقر